مرحبا بكم في قناة رواق ومتسليم ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نحضروا مع بعضياتنا الخبز تورتيلا او الخبز تاقص سهلة المهم سوف نضعها على بركة الله المقادر نضع أربعة ديال الكيسان للطحين نضع أربعة ديال الكيسان للطحين نضع أربعة ديال الكيسان للطحين نضع ملحة نضع أربعة ديال الكيسان للملحة نضع أربعة ديال الملحة نحاول أن أخوض الملحة مع الطحين نضيف 4 كس زيت نباتية ونضيف 4 كس زيت نباتية لنضيف 5 كس زيت نباتية نضيف 5 كس زيت نباتية نضيفها هنا نضيفها في السلو فن ونجعلها ترتاح بالنسبة للحشوة والبنات نتاع طاقص لدن مقطعت وطريفة صغيرين ممكن أن نستعمل صدر الشاش بصيلة والثومة ونستعمل العطرية الملحة والحمارة البزار والسكنجبير والخرقون ونضيف توابن الشوارمة ونضيف الشوارمة مهمة كاملة نضيفها في مقيلة يتشحر بصيلة مشلدة والدجاج 1ا لائد ونقرجة مشيه الثومة ونكون مالحة كم الملحة نضفق البوطة تماسه على الاخرى نضيفه على المثال ونضيفه على خلق وعين بمثال الحامض ونضيفه على حامض دمت المزار نضيفه على السكينجبر نضيف الحشوة الزيت و الخل و الحامض نضيف الم pilش اختهون الصافين لتقاطق البط بعد العجينة و تقوم بحكرة انايا ونكورهم مهم ما سمحوا لي راني سرعت الفيديو باش ما يجيش طويل بساف صافي كان ناخد كل كورا كان بقى نطلقها وانا كان نحاول ان العجينة نبقى ندورها كل اخطرة باش نبقى محافظة على ذاك الشكل ديال دائري ومنها حتى العجينة كتدلك مزيان هذا الطريقة عادي صافي هانتو ما كتشوفو كتجي تبرق الله رقيقة والمقلة عندي هنا يسخون راني رضيتها فوق المقلة هانتو ما يا رضيتها فوق المقلة خليتها طيب غير تسهد يعني وحنا واقفين حدها مراقبينها ما كتاخدش معانا قاعب الوقت ديال الطيب في الساعة كتطيب هانتو ما شوفو را كتدير دوك البلوقات كتنفخ واحش شوية وفي الساعة قلبوها انا هنا راني موجده بطاطا كنت ديجا سلقتها واحش شوية في الماء والملحة وهنايا نموجده واحد المنديل اللي طابت ليه كنحطه تما نحاولو انهنا نغطوهم وولاقت هذا الحقي عنديرولهم بلاستيكا من الفوق باش الخبز نتع تاقوس او التورتيلة كي بقرطب هانتو ما كتشوفو البنات تطريقة ديال الطياب ولا هدا را كوشي سال وكيتوجد بصورة ها صراحة ما كيقبلش معانا الوقت بزاف انتو ما البنات عبتيرا كييجي الروعة 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 انا كنحاول انا ننكمش ونطلقو يعني كيجي زوين بزاف سفي هنا غادي نبدأ على بركتي الله عندي هنا لسوس مهم لسوس على حسب اللي موجود عندنا والفروماج هي من الافضل لو نرقاو هاد الفروماج المربع ديالت شيلدر حق انا ما بقع لياش بقعت ليه غير وحيدة ونكملها غيب دوك المربعات وبيض هانا وضع البطاطا ونوضع ديالحوشوان تاعة لادند نديرش عاوسين شو دياللاصوس هانا هاد اللاصوس هادو حارة شوية وحدة عادي يعني ما فيهاش الحار صافي ونطلقو هو اللي تاكوس دياللاصوس هادو حولي انا نسليد بالكيمية كاملة وندير الالة البانيني تسخن لي ما عنداش الالة ديال البانيني ممكن انا نديروه غير في المقلة تاكوس ديالنا وجدو تبارك الله جو غزاني لبنات والله العظيمي للروعة حتى ديالك الكيمية دياللاصوس حنا اللي كانت تحكمو فيها انا من نوع اللي ما كيعجبنيش تاكوس يكون فيه بزدف دياللاصوس عندوما شي حاجة اللي ديالت الدار وعارفيني شنو فيها كنتمنى ان هاد الوصفة هادية تعجبكم وطلون تعجبكم وتعجبوا ليداتكم وتجربوها كنضرب لكم ان شاء الله موعد في الفيديو اخر وما تنساوا تجيروا اللي لايك اللي لايك اللي لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة